بسم الله الرحمن الرحيم تبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له منف السماوات والأرض يحيي ويليف وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والخاطر وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله بسنا والله بما تعملون قبير من ذا الذي يقرق الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى مورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك هو الفوض العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات بالذين آمنوا ننظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطره فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولا فنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يقول كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقطت حبوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تحفرون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم حجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل قيس أعجب الكفار نباتوا ثم يهيج فتراه مصرا ثم يقوم حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاعور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عربها كعرب السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذي الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقول للذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والإيزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله أن ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قطينا على آثارهم برسلنا وقطينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ترجمة نانسي قنقر